لم يفلح لأنه هو القاد الأعلى للقوات المسلحة والشباك والمصاد هذه ساعة في ميزان سيئاته محطوطة ثم إدارة الحرب السيئة وعدم القدرة أنسى كل شيء عدم القدرة على يعني إرجاع الرهائن الثلاثة الهزيمة لما بيش يصير بيش يعاود نزيدوه فوق هذو مزوز نزيدوه يعني حمل آخر إذن هو منطق يدعم فيه رهو هو أمامه حد شيء أمامه يواصل الأقصى حد قد ما نجم وقد ما نجم مخضاعش للضغط لكن يشوفوا الضغوط طيب العالم الكل ضد نتنياهو إيش تبقى له نتنياهو؟ بقاله ثلاثة ركاس وبقاله واحد اليمين المتطرف اليمين المتطرف اللي هما معرف اسمو تريتش وكل شيء وبقاله لايباك وهي بيدها تتزعزع لأن أمريكان فقوا بها ولد كارثة وفي أوروبا يعني أمر كبيرة وبقاله مع الأسف الشديد خمسة دول عربية تؤازره ومصدر قوت وجاء من هذوم الخمسة اللي يعطيوا في البترول سألوني باشا مرات على البترول ويتهموا في الجزائر عبثا الدول تحل الانترنت سهرة وتلقى الدول اللي يعطيوا في الإسرائيل مصر إمارات السعودية وهو على يعني أمام الملع مش حجم خبية يعني أمور مكتوبة جدخل الجزائر في المعملية الجزائر تحتي في البترول الإسرائيل شو العبثة هذه الجزائر عندها معروفين يتعدى من توسي مشي إلتاليا يتعدى واحد يعني الإسبانيا وانتهى الموضوع يعني ما تماشي حاجة جديدة إذن هو رأى إذن نتنياهو اليوم في حالة بقية وهو رومانطي قد يعمل فيه أي إنسان يفكر يقول يزمع من الكاكس إنه مشيها رأسه بيش تقص هذا كهو ولكن توا وحنا نقول وصلت الزنقة بالهير هربة هربة الآن القروح في زنقة فيما مر ما فيش إسو إذن هذا هو واضح إنا بش نكمل مع كلمك أنت سيد العميد وسؤالي للدكتور رفاة طبيب نتنياهو يتوجه بالخطاب مباشرة وبالاسم لبايدن يقولوا هل فقدت ضميرك الأخلاقي إنهم يضغطون لأجل انتخابات لوقف الحرب منهم ولكن ترجم الجملة هذية اللي قالت لبايدن ماذا وراء هذي الجملة ما وراءها وأنه نذكره حاجة أنه رئيس ترامب عندما حكم الأربع سنوات امتاعه أمريكا ما عامت حتى حرب بالرغم أنه شخصية ما تظرك كانوا عدوانية لأخير كان عمروا من الحرب بعسلح ضغط على بدلت العمر وعمل الحرب واليوم هذه الإشارة اللي عملها نتنياهو ظهر لي أنه نتنياهو أحد السبل اللي يعتبرها هي إمكانية خروج من عوق الزجاج هو أنه يوصل بالحرب إلى ما بعد انتخابات الأمريكية وسقوط وسقوط بايدن ومعناها مجيء معناها ترامب وقت يقول لك قد تتبدل المعاد لن نلقى روحي في ظروف أخر ولكن يحلم لأنه اليوم الهروب إلى الأمام هذي اللي يبين إلى أي حد الحرب اليوم أصبحت تنتظر تحقيق مكسب على الأرض أنت تقول بش تمشي تضرب رفح أي وقتش كانت ضربانا رفح جزء من الأهداف الاستراتيجية للعدوان ما كانتش هذه تم استحداثها عليش لأنها بش تجي تعوض الهزئم الأخرى وحسن الهدافة التي لم لم يتم تحقيقها اليوم رانها معناها فتنا المئة وستين يوم في الحرب ولم يتم تحرير ولورة هنا واحدة بمعناها بعملية حربية راو شي عجب راو شنو هل هل جيش الكرتوني هذي بل قتل أنا شكيت فيه دكتور ها تفكر شكيت فيه وشكيت فيه قدراته العسكرية وقلت يطف الحرب سأثبت للسادة المساهدين شمعناها عسكريا جيش كرتوني اللي قلت هدو وإنا هنا راو نسئل على حاجة هل أنا الأواني اليوم أن نعود إلى كل ما أنتج من كتابات عسكرية وأبنية وغيره حتى إيديولوجية في من السبعينات يعني من حفظ السبعين إلى يوم لهذا من طرف بعض الكتاب العرب الذين قدموا لنا إسرائيل وكأنها الدولة لا تقهر هل كان كل هذا الكلام عن قوة الجيش الإسرائيلي وقوة المجتمع الإسرائيلي والذكاء الخارق الإسرائيلي إلى خيره هل كان فقط من أجل إقناعنا بحتمية الهزيمة هل كان هذه حقيقة إرادة من طرف البعض الذين كانوا يهرولون نحو التطبيع هل كانوا فقط يخططون لهزيمتنا ولنزع أي نوع من أنواع المقاومة من استراتيجياتنا واضح موازالي التصريح نتنياهو مواجه لبيدن هو هذي الدليل اللي هو عرفت واحد كيبدأ بشيغرق ويشد فيه يحب يغرقه معاه هذيك شا قاعد يعمل على خاطر ما شفناش نتنياهو تفاعل مع عديد التصريحات خاصة والتصايد والتصايد اللي هو فيها تصايد كبير لا وشفنا حتى التصايد رأوكي رئيس كتلة الحزب الديمقراطي في السناء يعمل التصريح هذيك رأو هذي معناها بعبارة معناها الكونجرس معاتش دعم لنتنياهو أما ما شفناش عمل رد فعل مباشر لهذا التصريح أما هو اللي هنا في محاولة اللي سحب بايدن معاه إلى تحت خاصة أنهم ماشيين في انتخابات رئيسية أمريكية يقول لك منخسرش واحد نهزه معايا وذي وعليش خاطر وقلناها قبل في البلاتو هذي يا سماح قلنا راهو الحرب هذي ومعناها نتنياهو قاعد يربح في الوقت ما فماشي ما يربح ترامب قاتل نعرف اللي ترامب هو من أكثر أكبر الداعمين وزاد نسيبه جارة كوش أنه هو عسكري ضابط إسرائيلي في الأصل اللي هو عنده سياسة واضحة خاصة اللي هما من ناس اللي تخدم على المشروع التطبيع الكبير اللي ينجح في فترة ترامب أنا ما تقدمش في فترة بايدن أحمد لغالبي نخبه معك أنا ديما نقول سماح وديما نستغرب معناه أنه نتنياه يتكلم بالضمير والأخلاق معناه كان فما شخص في العالم كان فما شخص في العالم يتحدث على الأخلاق والضمير لن يكون نتنياه هذه النقطة أول نقطة ثانية هذا الشخص كما يفعل إعلامه وكما يفعل كتاب الكتاب اللي موالين لهم معناتها والكيان الصهيون يسيطر في وقت ما على الإعلام وخدم حتى على العرب معناه يخدم منا على تيك توك وخدم منا على وفريس وعطاها تمويلات الهوليود وصارت أفلام للمثلية وحاول يعمل أي شي أنه يفسد الشارع يفسد العرب والمسلمين وحاجة أخرى أكد عليها أنه يقنعك بالأمر اللي هي ربما عكسه يقنعك بعكس اللي هما ناس أقوية هما ناس لا يقهرون هم ناس معناها عندهم إمكانيات كبيرة ونحن متخلفين ظروفنا تعبة وذلك عليش الناس واللي تحب تطبع معهم واليوم عرفوا اللي هو اللي مشيوا فيه كله خاطئ وصلنا الوقت أنه الدول معناها ما تسحقها شي تحب تطبع من العمل إسرائيل لتحس بالأمن لأنه أمنهم ولا من رضاء إسرائيل عليهم وهذا مساج معناها كبير ياسر بشي يعرفوا أنه راه مهما تهول التهويل هذا كله واضح وللتصحيح الكلم اللي قاد نقول فيه هو من اجتماع لقاء حاليا قاعد يدور لقاء هذية بين بين يمين نتنياهو وأقارب 22 أسير في مقر وزارة جيش العدو مقر كوريا بسيغ في أتل أبيب وهذا هو اللقاء الأول بين نتنياهو وأهل الأسرة منذ 21 جنف يعني اللي كنا قاد نقول فيه قاله نتنياهو أمام أقارب 22 أسير معني هم عندهم أسير في 163 يوم لم يستطع جيش نتنياهو أن يعني يروح يساعد رهينة واحدة ثم يتحدث سياسة وانتخابات وبايدن أمام العائلة تمتحهم يحكي على روحه كان رافض هذي مؤشر آخر كونه قبل بشيقعد معهم ويحكي معهم ويحاول يقنحهم فهمتني لأنه يدوي يلوج في أي طريقة يعني بشي ينوع الماء يطول بقاءه ويحاول يفسر عملية رفح لليه ما فيها حتى تفسير لأنه مضحكيات مفكيات يحكي الدكتور قبيل أنا عمري أحب أن نتكلمين بأنفاق لأننا يعني ما ثمة حتى دولة نجمة تقضي على التهريب مستحيل لأنه هذي دلالة أخرى وتوقع معهم يحاول عمل قشة أخرى يستقفها رو ديما نعرفه في الاتصال السياسي جي تحط الضحايا قدامك وتتكلم رو عندها معناها مغزة مغزة معناها راهو يا ضحايا راهو السبب في اللي صير لكم راهو بيدن اللي هو قاعد يعرض فيها اللي هو قاعد يخلينيش نعملين نحب اللي هم يخلينيش ننتصروا اللي هم قاعدين نتوفهم قوة وضغوط وكيقول الكلام هذا كان جاي يقوله في مجلس الوزراء حاجة أما كيقوله قدام عائلات الضحايا عندها مغزة أخرى اللي هي ضرب الكيان ومواق الداعمين ومواقفهم المنتقدة وهذا كلنا نعرفوه في الاتصال السياسي شكرا مهز